مشكلات كثيرة تعترض مشروع كفل شنافية الإروائي استراتيجي في النجف الخاص باستصلاح 240 ألف دونم ضمن ثلاث محافظات مشكلات تسببت بتأخير إنجازه لأعوام طويلة الأمر الذي سبب استياء لدى فلاحية نجف بسبب تأثير ذلك على أراضيهم قائلين إن ذلك يمثل حربا عليهم من قبل إيران والأحزاب الحاكمة في العراق بعد عام 2003 محاربين من قبل إيران ومحاربين من بعض الجهات المتسلطة والأحزاب التي لا تريد تطور هذا البلد وتتعين هذا الشعب المظلوم الجريح من ناحية التنفيذ كان مشروع حقيقة سيء جدا إذا ما حسبنا أن هذا المشروع سنة 2007 والحد هذه الساعة لم يكتمل فترة من الفترات أكثر من خمس سنوات جمدت أراضي الفلاحين منعه من الزراعة والمشروع حقيقة لمدة الإنجاز مالتا كان السنة وستة أشهر المشروع لحد هذه اللحظة لم ينجز وبحسب سكان النجف أن عدم كفاة الشركات المنفذة يمثل سببا آخر أضر كثيرا بالفلاحين في ثلاث من محافظات الفرات الأوسط وتسبب بحرمانهم من الزراعة في وقت يؤكد المسؤولون في وزارة الموارد المائية الحالية أن المشروع مستمر رغم المعارقلات والصعوبات تقوم الهيئة العامة لمشاريع الرئي والاستصلاح أحدها تشكيلات وزارة الموارد المائية باستصلاح مشروع كفل شنافية واستصلاح 67 ألف دونم ضمن محافظة النجف الأشرف هذا المشروع يمثل صورة من صور الفساد الحكومي المستشري في البلاد مشروع كانت خطة إنجازه المفترض سنة ونصف السنة إلا أنه لم يكتمل منذ عام 2007 وإلى الآن ترجمة نانسي قنقر